وعليكم السلام يا أم عمار كيف حالك؟ صلنا وقت طويل ما سمعنا صوتك أنا الحمد لله بخير والأولاد أديب ويامل الرجاء كلهم طيبين بس ايش بك بتسألي عن الرجاء بالذات ايش فيه؟ أعرف انك تتمني لنا كل الخير بس بحس انه في شي مخبيته ورا كلامك نقي وطبعا خبرينك كل شي يا أم عمار لا تخبي علي شي والله من جيت مرة فرحتيني من هو هذا وقديش عمره وإيش بيشتغل؟ طيب طيب بس استني أنا خاف انه يصير زي أول ما سر لنا أنا أعتقد انه لازم تعطيه فكرة عن رجاء بالأول أو على الأقل عن الشي اللي تعرف انه ممكن ينصدم فيه متأكدة يا أم عمار متأكدة؟ طيب يلا توكلنا على الله أنا رح أكلم أبوها إن شاء الله وأرجع أكلمك مين؟ ايو يا ماما تعال اتفضلي كيف حالك يا بنت اليوم إن شاء الله طيبة؟ أنا كويس يا ماما إيش فيه؟ والله يا بنتي كنت بأقول لك شي خير يا ماما إيش فيه؟ بقرع أم عمار جارتنا القديمة أعتقدوا منك بتتذكريها ايو يا ماما عرفتها إيش بها؟ والله قبل شوية اتصغتلي وبتقول إنه عندها ديك يا عريس وبتقول إنه ولد مرة طيب صح أنا لسه ما قلت لأبوكي وقلت خليني أقولك بس أنت يجي أشلسي فكري في الموضوع يا ماما إيش بك أنا لسه ما بأفكر بالجواز دحين أنا لسه بأكمل دراستي بس يا بنتي ماما ممكن تتركيني شوية لأنه راسي مرة بي وجاعني مرة 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 راسي جالسي وجاعني طيب يا بنتي أنا حاسيفك دحين وإن شاء الله مرة الجاية حربلجوا على التكلم كلهم يقولوني أنت جبة أنت سمينة أنت بس تأكل كثير بس يخلوني أعصب وتوتر وعندما أعصب وترتر أجس بس أكل 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 طلع حرتي كلها في الأكل أكل لين أطفح واليوم صار الأكل هو مصديقي ورفيق الوحيد أنت جبة أنت بس تحب تأكل أنت سمينة ما شاء الله عليك يا رجاء وزدك مرة زائد اليوم كيف تساعد؟ مرة تحسن نفسك النقاحك يا قديم العموم أنا هذه اليومين بدأت أسوي دعوك عجيب 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 زين تمسوي دعوك من أكل الحالة والشوكولاتة لفت اللاجر عش؟ والله مو أنا والله مو أنا اللي أكلته فأكيد أخوك الصغير يعني دا هو اللي أكله مو أنا ما أكلت شيء مو أنا ما أكلت شيء أكيد هي الرجاء هي اللي أكلته لما هي بحين فارش وي يزد لعني أنا كمانا ما شاء الله عليك إيه أنه أنا زنبي ولا وحش عشان تقول لي دا الكلام بعدين أنا إذا أكلتك يا يامن رح يصير معي تصمم غزاء ويمكن أني هأموت هاهاها إذا أمدت أبوي رح يوفر نصف الفدوث اللي هيصرف على الأكل أديد استحيل وجهك كيف تقول لأختك هكلام هادر؟ آسف يا بابا اللي قلت هو الحقيقة ما أكدبت بشيء خلاص يا عديد أقدر يا بابا آسف أهلا أهلا بنتي الحلوة كيف كان يومك بالمدرسة يا رجاء؟ الحمد لله يا بابا كانت المدرسة مرة حلوة أخذنا حصص كثيرة والحمد لله كلها فهمتها أوه الحمد لله الله يسعد أيامك كلها يا بنتي موسيقى جب سمينة، دري علام، ما يكفيها، سروع علام جب سمينة، دري علام، ما يكفيها، سروع علام يا الله يا ربي، كماتت اليوم، كلمات مرة تجهرني كلها تنمر وزخر يا بابا كل الناس اللي حولي أجب يتريغوا عليا حتى صحباتي اللي في المدرسة من يوم ما خرجنا البيت إلان ما دخلت البيت تاني هم كل الناس تتريغوا عليا هل يا رجاء لدي أكلت اليوم في المدرسة اعترفي اعترفي اه يا ربي حتى بعدما وصلت البيت ما ينتهي التنمر لماذا بتقولي ما سمعتك ولا شيء ولا شيء ما بقول ولا حاجة يا بنتي يا رجاء لقد تلبسي هذا المنامس مرر مبينك انك سرت دبه يا ماما أصلا الليس مرر مغلون ما لعلاجه بشي لأنه رجاء أصلا يمنجي الدبه على بوله مصل يا حبيبي يا يامن الناصح بيمشي وبيبين وبيقرد بيزين والله ما عادي غير هذا المثل خاي برجا اقولك بالله اسكت ما في احد خاي برجة غالك انت يا دين هديد كالف إذا تتلتاةق هذه الحالت أو بير برقة الأكل لا والله إذا أكلت أصلا ما حيكون فيه أكل أعرفت من خاي برجة يا حلو أبحك مامي تبحك أبحك أبحك عبد الله أبحك لا اضحك senant! 承يد مازانيين ايه صح يا ماما ماذا treaties جاءت المعاريس ليش ما جاءنا اليوم والله يا ولدي اختك رفضت بدايته قالت ان تكون سنتكمل دراستها دي اتكلم هذه الطريقة قلwide الرجاء التكلم SUS punching الدي يجب Baron وطور اضح Pangar فهي جاء تلح انا عرج cool انك بجامل رجاع يا امي اكيد العريس هذا شرق زي اللي قبله لما نعرف وزن عروساتنا المصونة ايه وكيد يا ديب على قولة تسأل علي في ويفت حداية واحد مو اربع ديوت مع بعض لان رجاع ما صلاه عليها لحال علي باربع عزاجات سرقتي يا الله منكم يا الله خلاص طفشتوني مره يكفي ايه وانا مره احب الاكل ارتحتوا ارتحتوا انا مره احب اكل هذا كله لانه الاكل ما يتنمر علي زيكم ودائما يخلينا حس اني سعيدا لما ناكل يا اديب لو سمحت شوف كلامك كيف تسبب انها اختك تتعصب خلاص طب انا ما اقول شي يا ماما انا ما اقول شي يا رجاع خلاص لازم تقاومي وما تاكني كده كتير عشان ما تسيري دبة وعشان ما نسمح لأحد ان يتنمر علي مرة تانية لازم اقاوم نفسي معهم كتير كل اللي تنمروا علي انا هوريهم كيف انا هقدر وحعمل المستحيل عشان انحف وكن حلو استمر يا رجاع استمر لي انت قدها وان شاء الله هتقدري واحد اثنان واحد اثنان استمر يا رجاع استمر يلا يلا انت قدها يلا الله مرة متعب بس انا ها قاوم التعف ذا كله بس عشان انجر انحف ويكون جسمي مرة حلو وكلهم يقولوا علي ان انت قدها وكيف نحفش كده واحد 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 اش دا يا ربي مرة تجيل ماني قادر ارفع مرة مرة تجيل انا عارف ان يداني هتعورهم كالدال بس يصلوا عشان انحف اهم شي اني انحف اشتري النا جيان نا لحجز انت تجيل انت تجيل لكنت تجيل لحجز انت تجيل كثيرة لكن انا لازم استمر لنقاد انت تجيل اشتري شكله شكله هذا الطفل مره مسكين ومنحه هذا المال لكي يستطيع اشتري فيه الواكل يجب تلك وجبة مره طعمه ما رايك فيها ان شاء الله تعجبك يا ربي ماهمشه يكون مبسوط اش بتاكلي يا رجاء والله يامي بااكل اكل صحي عشان انا بسوي دايت اونه بدأت دايت وهو شكل الموضوع دي مره مره من جميع طيب يلا راح نشوف موسيقى ايو صح ترامك يا بيب انا عارف انها محتف بردقام كل المغللات اللي حوليها الشيكسات والحلويات ولو كارث اننا ديدي اشتريت شوكولاتة مع جديدة اليوم محتتقدر تفوته ايش بتقول اشتريت شوكولاتة جديدة؟ ايش هي وريني بس بغشوفها ترمحها اكلها انا مستحيلها اكلها لانا بسوي دايت لا تخاف لا تخاف كلها كم يوم بتكسر النظام وتبدأ مع جديد يا اولاد ليش بتحاول تحط المرادة اختكم؟ والله ما قصدنا يا بابا اجل ايش بكون قصدكم من كلامكم هذا اللي زوجهكم؟ كله كلام سلبي وكله احباط اسف اسف بعتذر يا بابا والله بابا حبيبي هو المحيدي اللي جالس يدعمني ضروري ان انا اكون قد المسئولية واستمر استمر الان ما اخصر وزني اهلين رجاء كيف معك المدرسة اليوم؟ ويش سويت في المدرسة؟ الحمد لله يا بابا كله تمام ان شاء الله دائما يا رب الله يسير لك ووفيك دائما يا بابا كيفك يا رجاء يا بنتي كيف حالك اليوم؟ الحمد لله يا ماما انا طيبة اسمع يا بنتي يا رجاء ام عمار كمان كلمتني مرة تانية عن نفس ذاك الموضوع والعريس قالت انه جالس بيستنى طول هذه الفترة يا ماما بس انتي مو خايفة هذه المرة انه يرفضني عشان يدبه؟ انا كنت سمعت كل شيء قلتي لام عمار من دبل يا ماما لكن يا بنتي انتي ما سمعت كل شيء ام عمار قالته هي قالت انه العريس يعرف عنك كل حاجة لانه شافك داك اليوم انتي راجع من المدرسة وانتي بتساعدي شخص مسكين وحس انك مرة بنت طيوبة وقلبك ابيض وانتي اللي بيدور عنها عشان تكون شريكة حياته يا الله يا ماما من جيد قالت عني هذا الكلام كله؟ والله هي هاد الحقيقة يا بنتي بس تدري الاجمل ايش انك قدرت تتحدي نفسك والكل وتصيري اجمل وحدة وتصيري جميلة من الخارج زي ما انت جميلة من الداخل يا اجمل رجاء اشتركوا في القناة